خلينا نصبح على زملتنا هالة الحملهاوي ونتعرفينها على أخبار التقس في العاصمة القاهرة وفي باقي المحافظات سباها الخير يا هالة سباها الفول يا هالة سباها الفول يا فسان سباها الفول يا مصطفى سباها الخير على كل اللي بيشوفونا النهار ده يعني بنفتكر دايماً الصيف وإحنا صغيرين ويمكن كنا بنعمل إيه في المصيف وفي أكلات كده كنا على البحر دايماً لازم نأكلها إيه الأكلة لنسي كنت تتكلم تعرفين يعني أول ما بدأت والحلقة في الإنترو وأنا قاعدة كده باسمعكو شريت الزكريات كله عدة طب أحكي لنا كله أنا كنت بحب الفرسكة يعني أنا بالنسبة لي الفرسكة كانت ده فرسكة 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 الفرسكة ده أساسي بالنسبة أنا كنت بحب الفرسكة اللي هي المدورة السادة اللي هي أو بالعسل الخفيف بالعسل مش الحاجات المسكرة قوي والأيس كريم برضو أحياناً ولما نطلع من البحر المكارونا والفانيزة كما أنت قلتوا ده أساسي أو الفطير بقى نجيب فطير لازم فطيرة حدقة وفطيرة الله مسكرة لازم ده دي أكلة المصيف الرسمي الغريب بقى أن أنا لما كنت برجع من المصيف أول مرة أشوف حد بيبع فرسكة في القاهرة فدي كانت بالنسبة لي الصدمة دي مفاجأة المفاجأة أنت مكنك على البحر بتعمليه هنا أيوة صح وما تكلهاش هنا لأ ما تكلهاش هنا أبداً هي المكنها على البحر يعني سحي فقدال